قناة الهدى للإعلام الدعوي تقدم إذ المؤمن يريد أن يرقى بنفسه وأن يزكيها وأن يرتقي في مقامات العابدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكث في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا ومولدا وأطهره مطجعا ومولدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وغيوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا أما بعد أحبتي في الله ووصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإن تقوى الله تعالى خير ما تزود به المؤمن في دينه وفي معاشه ومعاجه وهذا شهر رمضان يعني أيام شهر رمضان وهي قليلة بطبيعة الحال تزاح فيها كل العوائق والمثبتات وفيها تعرض عليك أخي الفاضل الحوافز والمغريات من أجل أن ترقى بإيمانك وعبادتك ودرزات عملك إلى أرقى المستويات وإلى الأعلى فهلم بنا وهلموا بنا أيها الأحبة يدا في يد ومع أول منزلة ألا وهي منزلة الصدق ثم نذكر لكم أيها الأحبة نماذج من صدق الصحابة رضوان الله عليهم وسنقتصر على نموذج واحد حفظا للوقت بطبيعة الحال وهو الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بطبيعة الحالي قصته معروفة مشهورة يرويها عبد الله بن مالك رحمه الله قال إنه في غزوة تبوك قال كعب بن مالك رضي الله عنه أنه لم يسبق له أن قام بالتخلف عن أي معركة إن سأحاول أن أختصر في القصة إن شاء الله تعالى أنه لم يسبق له أن قام بالتخلف عن أي معركة أو غزوة من المعارك أو الغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم سوى تلك المرة يعني في غزوة تبوك حيث إن كعب بن مالك رضي الله عنه كان في غزوة تبوك لا يملك ما يشارك به في الغزوة من بعير أو سلاح أو أي عتاج آخر ولما حان موعد الغزوة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جيش المسلمين وقال كعب في نفسه أنه سيلحق بهم بعدها بيوم أو يومين حتى يستطيع أن يجمع عتاده في هذين اليومين قلنا أنه عندما جاء اليوم الثالث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصل مع جيشه إلى الغزوة يعني فلم يلحق كعب بن مالك رضي الله عنه بالجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل يعني وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أصحاب الأعذار بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأعذارهم ومنهم من كان صادقا ومنهم من كان كاذبا بطبيعة الحال لكن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبره أنه لم يكن له عذر في التخلف عن الغزوة فكان صادقا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره عن نفسه أنه قد أوتي جدلا يعني كان بإمكانه أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء يتعذر به والنبي صلى الله عليه وسلم سيقبل عذره لكن هو عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إن كذب عليه كعب بن مالك سيعرف النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فسيخبره الله تبارك وتعالى أنه كذب فالمهم أن كعب بن مالك رضي الله عنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بحقيقة الأمر يعني قليل لم يكن عندي عذر في التخلف عن الغزوة أنا أحاول أن أحكي لكم القصة باختصار وبتصرف حتى لا نطير في ذكر المثال والنبي صلى الله عليه وسلم قال معلقا أما هذا فقد صدق في بعض الزوائية فالمهم أنه حصل لكعب بن مالك رضي الله عنه ما حصل له من الابتلاء فقد هجره أصحابه وهجره الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يعتزلوا ولكن مع ذلك قبل أن يقع الذي وقع كعب بن مالك رضي الله عنه اختار أن يصدق مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في الإنسان يتذكر يعني أن الصدق أو حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب يعني هكذا يتصور المرء المرء يتصور في بعض الأحيان أنه لن ينجو إلا إذا كذب حتى لا يسأ به الظن وحتى لا يعاتب وحتى لا يؤخذ وحتى إلى غير ذلك من الأمور لكن إن صدق فإنه قد اختار أن يكون صادقا والصدق محمود في كل حال فكعب رضي الله عنه قرر أن يقول الصدق وليكون ما يكون فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه كعب وقال له أنه لم يكن له أي عذر ليتخلف عن الغزوة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتظر حتى يقضي الله في أمره وبعد ذلك بمدة لا بأس بها جاءه البشير بأن الله تبارك وتعالى غفر له وأن توبته إلى الله عز وجل قد تم قبولها لأنه كان صادقا مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم وتاب من هذا الأمر الذي حصل منه وهو التخلف عن الغزوة وأن توبته إلى الله عز وجل قد تم قبولها لوجه الله فتوجه رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاهده أنه لن يقول إلا الصدق من يومه هذا فالصدق منجات لصاحبه ومدرسة الصيام أيها الأحبة بوابة لتحصيل هذه المنزلة العظيمة وإذا تمكنت هذه المنزلة من القلب سطع عليه نور الصدق وظهرت على الصادق آثاره في عقيدته وعبادته وسلوكه فالصادق خير الناس يعني أخرج البيه هقي عن عبد الله بن عمر بن العاص قال قلنا يا رسول الله من خير الناس قال خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق قيل ما القلب المخموم قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسن يعني وفي رواية من أفضل الناس أو من خير الناس قال التقي النقي يعني مخموم اللسان صدوق اللسان مخموم القلب يعني فقال الصحابة أن صدوق اللسان يعني معروف فما مخموم القلب قال الذي التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسن ومن النتائج التي يحصلها العبد من هذه المنزلة رضوان الله تعالى والرقي إلى منازل الأخيار والأبرار والصديقين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين في كل الأحوال إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب ليك ما كان من صواب فمن الله عز وجل وحده وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمن يوم الشيطان والله ورسوله من مبراء إلى يوم القيامة وجزاكم الله خيرا